اشتركوا في القناة 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 الويوتيوبر اللي تكلموا عليها تاني نذاء اطلع اتكلم بما يريد للا لان ساعة ما هتحصل المشكلة الناس هتمسك في رقبتكم انتم انتم في مصر وانتم الس�에 الي تبلغ عليكم هم ما يعرفوا الشич المنصة لكن يعرفوا الناس اللي اتكلمت عليها انتم ستتحط رقبتكم تحت القانون انتم بترويجو لعملة منصة العملة رقمية غير مرخصة ومخالفة بالقانون المصري يعني دي فيها من كامية معلم فيها فيها التشجيع على التداول في العملة الرقمية دي فيها مليون دولار مليون جنيه وتلس سنين سجن وانت مش بتشجع العملة الرقمية ده انت بتشجع العملة الرقمية وحاطت للينك بالاحالة وبتشرح الموضوع بزات كاش من فوتافون كاش وكل الكلام ده فللمرة الاخيرة المنصة بح بالدلوات بتشطب بيقولك اه احنا خلاص هم خافوا زي ما قلنا خافوا التليجرام خافوا الجروب خلوه مخفي الناس الموجودة بس فيه لا تقدر تتكلم وبيلموا شرطهم ليه لانه خلاص كده المنصة حيتتحط تحت العين يعني المفروض ان ما بحث الانترنت ما بحث الاموال العامة تهربوا الضريبي مش عارف ايه خلاص المنصة بقت تحت السكينة وده كلام اكيد مش كلام كده من الهوا المنصة راحتها فاحد فمش هتستنى هقولك اصلاحنا في بريطانيا احنا في هولندا احنا في بتاع كله تحت القانون هيجي والحكومة اليومين دول مزنوها في دولارات الصراحة يعني عايز اي حاجة تجيب منها اي دولارات بميورد الله فمفيش احلى من اي من شغل النت تعال انت عندك موقع فين الفلوس اللي المتها هتهالي فتاني خلوا بالكم محدش يحط ارش في توكن فيزت المنصة نصابة المنصة لا تعمل في عملة اسمها مفيش حاجة اسمها توكن فيزت دينار مفيش اي طرح للعملة مفيش ليهم مقر الناس اللي بتسألهم مقرهم فين وفي ناس وناس معرادة وبطلعة تفتي يقول ده مقرهم في الولايات المتحدة وليقول لك مقرهم مش عارف في لندن وليقول لك مقرهم مش عارف فين كل الكلام ده بطاطس كل الكلام ده كلام فاضي كلام ليس له من الاصل وجود واتحدى اي حد في توكن فيزت زي ما هم خافوا الحاجة وقال لك احنا دلوقتي ماشيين بمرض الله اتحدى اي بردو حد في توكن فيزت تاني يقول لك المقر بتاعهم عنوان بالضبط فين؟ في لندن انا ليه ناس في لندن اديني المقر بتاعك هخلي في خلال نص ساعة ما تطلع عن عنوان هخلي ناس روح تشوف المكان بتاعك موجود فعلا ولا لا فتاني خلوا بالكم على فلوسكم المنصة نصابة مفيش عملة مفيش اي تداول مفيش اي زفت بيعملوه حقيقي عشان الناس برضو بترجع بتسألوا بقولوا اصلا بيقولوا انا مليش دعب لي بقولوا واحد نصاب انت بيصدقوا ليه يعني انا طرحت في الفيديو اللي فات نقط معينة هم بتدوا ياخدوا بالهم وانسحبوا يعني بتدوا ايه راحوا يشالوا الورساب بتاع مصر ووكل مصر شالوا مش عارف ايه بيلموا بشروطهم لانه خلاص العين طالما تحطت عليهم لو ما خلعوش هيجبوا من قفاهم فاخلعوا بفلوسكم قبل ما يخلعوا هم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته